أنتقل إلى العريش لينضم من هناك مراسل الحدث إلينا أحمد عثمان أحمد أهلا بك معنا الوضع الآن مع ترقب فتح معبر رفح بعد تقريبا المفروض خلال عشرين دقيقة وإدخال المساعدات وإخراج الأجانب من غزة إلى داخل مصر ماذا يدور من حولك حتى الآن من استعدادات نعم يعني بداية أنا أحدثك في مدينة العريش في انتظار أن يكون هناك قرار بانطلاق القافلة التي تضم شاحنات المساعدات من خلف الآن والتي سأحاول أن أجعل الكاميرا بأن تنقل بعضها نحن نتحدث عن حوالي مئة وستين شائحنا نتحدث عن حوالي ألف طن من المواد الغذائية إلى مدينة رفح التي تبعد من العريش حوالي خمسين كيلو متر ربما هذا المشهد الذي ينتظره البعض بخلال ساعات من الآن قد يقرأه كثيرون بأنه معبر حول آلية التحرك على الجانب الإنساني سواء فيما يتعلق بالجانب المصري من الجانب الأممي ومن كثير من الدول إذا سيكون هناك فرض إمكانية نجاح لدخول هذه المساعدات للتخفيف من وطأة الألام الفلسطينيين داخل القطاع الآن هذا المشهد بوشهد دخول المساعدات وخروج الأجانب سيكون معبرا نحن نتحدث عن حوالي ساعات محددة كان هناك رهان مصري على نجاح هذا المشهد منذ اليوم الأول ولكن الرفض الإسرائيلي والتعنت الإسرائيلي عطل دخول هذه المساعدات لعدد من الأيام الآن في انتظار بأن يكون هناك نجاح للوضع اللوجيستي حتى فيما يتعلق بدخول هذه الشاحنات إلى رفح الفلسطينية طيب ماذا يتم الحديث من حولك هل فعلا خلال عشرين دقيقة تقريبا سيتم فتح معبر رفح أم هناك إمكانية لتأجيل الفتح لا أستطيع أن يعطي تأكيد هذه القصة ربما يتم الحديث عنها منذ الساعات الأولى منذ إعلان الحرب حتى أمس الحديث يبدو أكثر تفاولا على اعتبار بأن جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونهايات زيارته خلال أمس من القاهرة وتصريحاته واختلاف نبرة التصريحات سواء فيما يتعلق بالولايات المتحدة عدد من العواصم أيضا الأمم المتحدة حول ضرورة أن يكون هناك تخفيف للمعاناة المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع كل هذه الأمور تعطي نبرة من التفاؤل لإمكانية دخول هذه الشاحنات إلى القطاع ما يخرج من داخل القطاع من فيديوهات تتوضح الوضع المأساوي فيما يتعلق بالأزمة في الغذاء والدواء وغيرها كل هذه الأمور تعطي انطباعا يتحرك البعض أيضا أو يقرأ البعض مشهد بأن يكون هناك نجاح لفكرة خروج الجاليات من الأجانب مع دخول القطاعات وهي ليست في إطار صفقة ولكن في إطار ربما نجاح متبادل للوصول تدريجيا ربما إلى معطيات جديدة فيما يتعلق داخل المشهد الميداني داخل قطاع غزة قد يتلوه أيضا فكرة استقبال إصابات خطيرة داخل المستشفيات المصرية وغيرها مع تخفيف وطأة الحديث التي دارت مع الساعات الأولى حول فكرة النزوح الجماعي من الفلسطينيين أو توطين الفلسطينيين في سينة وهو ما أعلنت مصر رفضه يعني رسميا وشعبيا منذ الساعات الأولى لهذه الأزمة نعم إذن نتابع معك هذه الصور المباشرة لقوافل المساعدات التي سيتم إدخالها إلى قطاع غزة عند بدء وقف إطلاق النار المؤقت المرتقب بعد قليل على المقلب الآخر أحمد إن كانت لديك معلومات من سيستلم المساعدات وآلية توزيعها هل عبر الهلال الأحمر الفلسطيني أيضا؟ ماذا يتداول حتى اللحظة؟ المتداول حتى اللحظة والمعلومات الأولية تشير فعلا بأن من سيتم استقبال أو الجهة المكلفة باستقبال هذه القوافة من الجانب الفلسطيني هو الهلال الأحمر الفلسطيني وعدد أيضا من الجماعيات داخل رفع فكرة أو آليات توزيعها داخل القطاع ليست وضحة المعالم بالنسبة لي ربما الجانب المصري ينتهي دوره بعد دخول هذه القوافل إلى المعبر وتسليمها إلى الجانب الفلسطيني ماذا عن الدور المصري في استلام الأجانب؟ هل هناك آلية؟ ماذا يمكن أن تطلعنا أحمد؟ يعني حتى الآن فكرة مجرد مرور الأجانب من البوابة الفلسطينية ومرورهم إلى المنطقة أحمد هي ذات البوابة التي سيتم أعذرني ذات البوابة التي سيتم من خلالها هي بوابة واحدة سيتم من خلالها دخول الأجانب إلى مصر وخروج المساعدات من مصر إلى غزة؟ هو معبر واحد وهو معبر رفح معبر رفح هو المنفذ الوحيد الآن الذي يعني يفصل ما بين مصر وقطاع غزة الحدود هي 14 كيلو متر ما بين مصر وقطاع غزة لكن المعبر نحن نتحدث عن معبر وحيد وهناك أيضا معبر آخر هذه المعابر يتم معابر وحيدة فيما يتعلق بدخول الفلسطينيين بدخول الأجانب سيتم من خلال هذا المعبر هي منطقة محايدة هناك طرق أخرى بالتأكيد مخصصة لدخول القطرات والحفلات المتعلقة بالمواد الغذائية ولكن فيما يتعلق بالأجانب أو أي جالية تخرج هي مثله مثل أي منفذ بري هناك الجانب الفلسطيني الذي يتم التأكد منه من الأوراق وإثبات أوراق الخروج ثم الوصول إلى المنفذ المصري حيث يتم تسجيل دخولهم فور دخولهم إلى منفذ رفح البري هم الآن في أرض مصرية بحسب معلمنا بأنه سيكون هناك تحركات بعضهم قد يعود عن طريق مطار العريش الذي يعني يبعد خمسين كيلو مترا من المنفذ ولكن هذا المطار ربما لا توجد فيه رحلات تجارية طويلة فكرة الانتقال من رفح أو من العريش إلى القاهرة بالسيارة هي ليست مدة طويلة نحن نتحدث عن حوالي ما بين ساعتين ونصف دي ثلاث ساعات الوصول إلى مدينة الإسماعيلية ومن الإسماعيلية إلى القاهرة يعني نتحدث في رحلة قد تستغرق من ثلاث إلى أربع ساعات على أقصى تقدير للوصول إلى مطار القاهرة للانطلاق للرحلات من هناك ففكرة الفكرة ربما المعضلة أو التحدي هو النجاح فكرة الوصول إلى البوابة المصرية ودخول إلى الأراضي المصرية هل تم تأكيد أن عدد الشاحنات هي مئة شاحنة تحمل مساعدات أحمد نعم نحن نتحدث عن ألف طن من المواد الغذائية العدد أعتقد أنه أكبر من مئة شاحنة هناك شاحنات أيضا لعدد من الدول التي وصلت من دول عربية ومن دول إقليمية من تركيا وغيرها الأيام الماضية شهدت وصول عدد من الطائرات التي تحمل هذه المواد إلى مطار العريش كما حددت السلطات المصرية منذ أيام بأنها أعلنت بأن مطار العريش يستقبل أي مساعدات من أي دولة تريد أن ترسلها إلى الجانب الفلسطيني هي أقرب نقطة بالفعل مطار العريش ومن مطار العريش إلى رفح نحن نتحدث بين 40 و50 كيلو متر بالتأكيد ستكون لنا عودة لك أحمد عثمان خلال تغطيتنا المقبلة لمعرفة تطورات الوضع في محبى الرفح حتى لحظة شكرا جزيلا لك مراسل الحدث من العريش أحمد عثمان لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر